اعتقلت الشرطة الإسرائيلية راهباً وعشرات المحتجين من الأقباط الأورتدوكس الذين خرجوا في وقفة احتجاجية تنديداً ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان المحارذية لكنيسة القيامة في القدس وتدار كنيسة دير السلطان من قبل الكنيسة الإثيوبية على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 1972 بعودة ملكية الكنيسة بالكامل للكنيسة القبطية